ايه اللي هيحصل في 2025 خلي بالك كويس من الفيديو ده وركز فيه للاخر لانه مهم جدا الفيديو ده جايلك من المستقبل القريب واللي انا هقولك عليه ده مش علشان تخاف ولا تترعب لا ده علشان تاخد بالك كويس بصوا يا جماعة الخبر اللي قدامكم ده اللي انا واخد منه سكرينا بيقولك ان في دراسة اتعملت ان في سنة 2025 خلي بالك 2025 اللي هي خلاص فاضل عليها ايه اقل من سنتين تقريبا بتقولك الدراسة دي ان في 2025 90% خلي بالك 90% يعني نسبة كبيرة جدا بيقولك 90% من المحتويات اللي انت هتشوفها على الانترنت او 90% من المحتويات اللي انت هتشوفها على الميديا المحتويات دي هيتم انتاجها بالزكاء الصنوعي وخلي بالك الخبر ده مش يقصد المحتوات الكتابة او الصور السابتة لا ده يقصد الفيديوهات يعني بيتكلم عن المحتوى المرء والمسموع معنى كده ان الفيديوهات اللي هي الصوت وصورة اللي هتشوفها على الانترنت او هتشوفها على اي شاشة من الشاشات 90% من المحتويات دي معمولة برامج او معمولة زكاء صناعي يعني انت هتشوف اشخاص طلعا في فيديوهات الاشخاص دول مش موجودين في الحقيقة وهيتكلموا معاك عادي جدا زي ما انا بتكلم كده وهتسمع صوتهم عادي انت هتشوفهم بشر حقيين لكن هما مش بشر هما برنامج ايا كان بقى الناس دول اللي هيظهروا في الفيديوهات رجالة ستات طفل يتكلموا باي لغة ويتكلموا باي تردد صوت وهيتكلموا من اي لوكيشن او مكان تصوير لكن كل اللي انت هتشوفه في الفيديوهات دي كلها من انتاج برامج طب ما حد هيقول لي طب ما دي حاجة حلوة يا مشريف يعني وتطور وحاجة جديدة وكده هي فعلا حاجة حلوة وجميلة لكن التقنية دي لو وقعت في الايد الغلط مش هتبقى حاجة حلوة مسكينة زي ما بتعمل اكلة حلوة ممكن تموت بنا ادم طبعا فيه منكم كتير مش مصدق الكلام ده وفيه اللي بيقول ده خيال علمي واكيد هيتعامل بس مش في المستقبل القريب ممكن مثلا تعمل كمان عشر سنين عشرين سنة لأ الدراسة دي بتقولك في 2025 تحب تتأكد ان الكلام ده هيحصل قريب بص كده على الصورة دي انت شايف فيها ايه صورة بنات في حفلة بنات شكلهم طبيعي جدا صورة حقيقية مفاش اي لعب صورة ماتبانش انها معمولة بالفوتشوب لكن اللي عايز اقوله لك ان الصور دي مش صور حقيقية والبنات اللي موجودين في الصورة دول مش موجودين في الدنيا كلها مش موجودين اصلا في الحياة كلها البنات او الاشخاص اللي موجودين في الصورة دول مش موجودين في الحقيقة دول متخلقين بالزكاء الصناعي والمكان اللي هم وقفين فيه ده ممكن يكون فيلا أو أسرة أو حاجة زي كده أو نادي المكان ده مش موجود أصلا في الحقيقة كل الصورة اللي انت شايفها دي معمولة ببرنامج وعلى حسب كلام الشخص اللي عملوا الصور دي بيقول انه عملهم على موقع اسمه ميت جورني معرفش انه نطاقة الاسم كده صح ولا غلط بس الموقع ده هو موقع زكاء صناعي انت بس الموقع ده تكتب له على شكل أو تخيل الصورة اللي انت عايز تعملها وهو يجيب لك ملايين الصور يخلقها لك من العدم فالشخص اللي عمل الصور دي قال للموقع ده انا عايزك تعمل لي صور لبنات في حفلة لكن البنات دول مش موجودين في الحقيقة والمكان اللي معمول في الحفلة ده مش موجود في الحياة فالموقع عمل له الصور دي والخبر ده على فكرة قالب السوشيال ميديا في العالم كله فالموضوع دلوقتي ابتدى بصورة بعد كده مش هيبتدي بفيديو ما اللي عمل ده يقدر يعمل ده فالدراسة دي بتقول لك ان في 2025 90% من المحتويات اللي هتشوفها على الميديا محتويات مش حقيقية معمولة بالزكاء الصنوع المهم علشان ما اطولش عليكم الفترة اللي جاية اي حاجة تشوفوها على الميديا ما تصدقوهاش الا لما تتأكدوا منها كويس اوي هتشوفوا كتير فيديوهات على الميديا مش حقيقية والفيديوهات دي هتأثر عليكم وانا عارف ان في ناس كتير هتشوفوا الفيديوهات دي وهتنفعل وهتتأثر ومش عارف ايه وهتسخن وتتحرك لكن قبل ما تعمل اي رد فعل اتأكد اللي انت اللي بتشوفو ده حقيقي 100% والموضوع ده هيحصل في 2025 دلوقتي الموضوع يبتدى بصورة في 2025 هيبقى فيديوهات صوت وصورة ومش بقولك كده علشان تخاف انا بقولك كده علشان تاخد بالك لان ده تطور ومش هنقدر نمنعه فخلي بالك الفترة الجاية من اللي انت بتتفرج عليه سلام شكرا